السلام عليكم هذا عمر يحييكم مرحبا بك معي فيديو جديد من فيديو التالعب التي أقدمها مرحبا بكل محبي وعشيق لعبة تنين عصارية بعدما قمنا صديقي برفع مستوى التنين كما شاهدنا في الفيديو السابق رفعنا مستوى التنين أصبح نزال لدي ثلاثة لنقل أربعة خمسة ستة سبع نجوم سحر وكذلك أصبح أقوى التنين متواجدة دي الآن حان الوقت للدخول إلى خريطة الكوابيس خريطة الكوابيس نقوم صديقي طبعا حتى نستطيع الدخول إلى خريطة الكوابيس لابد من تختيم الحملة البطولية المتواجدة هنا حتى نستطيع تختيمها لابد أن تكون التنين مرفوعة المستوى فعنا مستوى التنين الآن أقوى ثلاثة تنين لديها في المستوى ثلاثة وثمانين ثمانين حتى نستطيع القتال هنا سوف نكسب بطبيعة الحال بعض الطعام وكذلك الموارد حتى نضاعف هذه الموارد أو نزيد لنقل في حجمها نفعل تذكرة كبار الشخصيات المتواجدة هنا خلاص فعلنا التذكرة الآن أصبحنا جاهزين للقتال في هذه الخريطة طيب هل نقوم بتختيم لنقل خريطة الحملة البطولية ندعم على بركة الله باسم الله طبعا هنا سوف تشاهد صديقي سوف نحتاج إلى نضاع طيب غلوم أو نزاع طيب نضاع نزاع نضاع نزاع طيب نضاع نزاع ثم نضاع أوير نضاعه كما هو ثم نضاع هنا فوفان طيب نضاع هنا فوفان ثم أوير طبعا أحاول القيام بتبديل الأماكن وهذا التبديل بطبيعة الحال مهم إذن على بركة الله نرى هل سوف نستطيع لنقل التجاوز أو لا طبعا الأعداء مرفوعة جدا جدا في المستوى ولكن نحن أيضا نرفعنا الثانين ضربة ثلاثية تحاول لم تجهز على العدو طيب هنا ضربة ثلاثية سوف تجهز على العدو وننتقل إلى المهم الموالية طيب هذا الكنز الذي لم نكن نستطيع لنقل الفوز فيه في السابق لأحد مستوى الثانين سوف نقوم بمحاولة تحرير هذا المكان ثم نواصل بدون فواصل بطبيعة الحال سوف تقول لي عمر فعلت تذكرة كبار الشخصية نعم صديقي فعلتها لأنه كما تشاهدون صديقي نحصل على مورد ممتازة جدا هنا تقريبا لنقل ربع مليون قطعة طعام ونضيف عليها بتذكرة كبار الشخصية حوالي 115500 قطعة أكل بدافة إلى نقاط الخبرة سوف ترتفع لنقل هنا قطعة طعام فقط شاهد ولاحظ معركة أخرى بطبيعة الحال ضد أودين هنا أيضا طبعا ندعم فوفان حتى تكون ضربته قوية جدا ضربة ثلاثية طبعا أخترتني النار يا صديقي حتى أقضي على الأعداء في أسرع وقت ممكن وبالتالي أحصل على ثلاث نجوم لأنها ثلاث نجوم مهمة طبعا إن استطعت الحصول عليها بالنسبة لي طيب ما زلنا نتقدم صديقي في خليطة الحملة البطولية حتى نستطيع الدخول إلى لنقل وضع الكوابس طبعا هنا القدع على التنانين بثلاث دربات يعتبر أمر ممتاز جدا طبعا مع تقدمنا تزداد عدد لنقل الجوائزة التي نستطيع الحصول عليها أصلا هل نستطيع القيام بتختيم هذه الحملة بمستوى هذا التنانين هذا ما سوف نشاهده الآن وكذلك سوف نشاهد الجائزة التي سوف نستطيع الحصول عليها عند تختيم هذا استخدم هذا الوقت استخدم الدعم كذلك لنقل هنا لاحظ سوف نواجه ستة من أقوى التنانين أريد فقط تجاوز لنقل هذه المعركة حتى لو لم نحصل على لنقل الجوائز أو نحصل على لنقل النجوم الثلاث لا يوجد مشكلة المهم أن نتجاوز دربة ثانية هنا فريجة للأسف كانت دربة خطأ من المفترض أن نضرب بعنصرنا لكن لا يوجد مشكلة سوف نحاول إصلاحها ففانيون هي المعركة يقضي على لوكي لوكي يا بوكي طيب هنا دربة من هذا يقضي عليه بلحظة بلحظة لنقل من سحق الوغد الموجود في النهاية طبعا قد نصل إلى النهاية لكن ربما ليس بنجوم الثلاث لأنه كما تشاهدون أصبح الأعداء أكثر قوة فتكا بطبيعة الحال هنا طبعا الدربة الثلاثية لأوير وختم خراب يفعل مفعوله في الحصول على النجوم الثلاث نقترب أكثر أصدقائي لنقل من المعركة الأخيرة كما تشاهدون نحاول تختيم الحملة البطولية نرويل اذهب للعب دعيدا ينرويل هنا الدرع طبعا السيوف لن تقضي شيئا لأنه لدي ثلاثة من المجرمين يستطيعون سحق أي وقت يقف لنقل في وجهه طيب معركة أخرى طبعا دائما نضع الدعم على فوفان لأن أوير أقوى من فوفان وفوفان يحتاج الدعم حتى تكون دربته الثلاثية بشكل جيد كما تشاهدون كذلك أوير لديه لنقل ختم خراب فدربته الثلاثية أقوى من دربة فوفان لهذا نضع الدعم على فوفان حتى أوضح ذلك أن فوفان لديه دربة النار وأوير لديه دربة النار لكن دربة النار الخاصة بأوير أقوى لأنه لديه ختم خراب الذي يقوي الدربة سوف تقول لي يا عمر لماذا لا تستخدم أوير أولا هنا صديقي مزاش المعركة ما قبل الأخيرة صديقي لتختم الحملة البطولية سوف نستطيع صحق والأعداء وكذلك القضاء عليهم نقترب من النهاية النهاية سوف تكون صعبة لكنها ليست مستحيلة سوف نحاول صحق الأعداء نستخدم الدلع الحجري من نزه أربعة ثلاثية في فوفان فوفان يترك الفرصة لأوير لإنهاء المعركة إنهاء المعركة ونتقل إلى آخر معركة نهاجم تنزعين بمستوى 116 وقوته سوف تكون مضاعفة المهاجم الخبيث نازا يتدخل بدعم سماوي فوفان يدرب بالعنصر القديم يحاول القيعة بتاسميم هذا الوقت أوير ينقل له السم ونزه جائز من أجل وضع درع السماوي النمائي من أجل دعم أوير فوفان يدرب والدرب أخير سوف تكون من أصل النهر أوير أوير ينهي المعركة وتأذر القوة ينهي المعركة وبهذه لجمة الكارثية على العدو سحقنا المهاجم الخبيث واكتمل الوضع البطولي تهنينا لقد أتقنت أصعب تحدي يسدرق والعنية تم إتقان الوضع البطولي وفي التالي أنهيناها وحصلنا على تنين الشريط الأسطوري ممتاز هل أنت مستعد لخوض أخطر رحلة أكمل وضع الكوابيس المالي بالتحديات للحصول على تنين المتدين الحصري المنتصر البطولي استلام الشارع وخلاص انتهينا هنا الوغسل من أجل الدخول إلى وضع الكوابيس لأول مرة في حياتي أقوم بالدخول إلى وضع الكوابيس هو نفس الخريطة السابقة لكن هذه المرة هذه الخريطة السابقة ووضع الكوابيس صديقي هو نفس الخط أوه وضع الكوابيس هو نفس لنقول الخريطة السابقة لكنها مظلمة حتى تستطيع القيام بتختم وضع الكوابيس تحتاج صديقي إلى أن تكون التانية الخاصة بك في أقصى مستوى لها وهو المستوى 120 هنا نكتفي طبعا بهذا الوضع وتختم لنقول وضع الكيوابي سوف يحتاج من لاحظ لكن المرأة السحرية جائزة سوف تصلحه من درعيه الحجري وسوف يصلحه من درعيه الحجري وانهينا المعركة بثلاث نجوم ميناء نوما لاحظ الجوائز التي نحصل عليها هنا طبعا أستطيع التقدم طبعا لا أستطيع استكشاف المزيد من الخريطة كما تشاهدون حتى نستطيع التقدم فيها أكثر فأكثر هذا يحتاج إلى أن تكون التانية الخاصة بك في أقصى مستوى لها لأنك تواجه تانين لنقل مرتفعة في المستوى إذن هنا صديقي وصلنا إلى وضع الكيوابيس وسوف تراحل صديقين ومن المعارك القليلة التي خضناها وصلنا إلى 5 مليون قطعة طعام لك أن تتخيل فقط هنا في طبيعة الحال سوف نقوم بإزالة هذا ووضعيه هنا ثم نذهب إلى المخزن ثم إلى البيوت وسوف نجد تنين الشريط الأسطوري الذي استطعنا الحصول عليه من خلال القيام بإنهاء الخريطة الحملة البطولية إلى هنا صديقي حلقتنا تصل إلى نهايتها وكانت حلقة خاصة بتختيب الوضع البطولي الآن سأصبحنا في حملة الكيوابيس وحملة الكيوابيس فيها 44 معركة خطت منها فقط معركة واحدة فقط إلى هنا حلقتنا تصل إلى نهايتها صديقي أتمنى لك تختيما موفقا وممتعا ومسليا لكل الحملات المتواجدة في اللعبة شكرا جزيلا لك لمشاهدة هذا الفيديو وغدا لدينا فيديو جديد حول تنين هذا الشهر شكرا جزيلا لك شكرا